برضك السؤال اللي كان محير الناس السنادي بالزيد ليلة الادري كانت ليلة كام تقريما يعني ها هو الجماعة في الاستوديو شكلهم نسوني وسبوني كده وقالوا خليه يسكت بقى ها فلا ليلة الادري كانت امتى عم احمد عم احمد عم احمد عبد الحميد تحيات النهاردة ربنا يشفي سيدي احمد داغر ويعيده الينا سالما غانما من كل سوق كان الكامل للادي عم احمد يقال تلاتة وعشرين حد عنده حاجة تاني ها ها سبعة وعشرين مونة عندها سبعة وعشرين ها حد ها شوفوا عندكم حاجة تاني طب انا طب انا هسأل سؤال تاني وعايزكوا تجاوبوني برضك هو احنا ليه بندور عليلة الادر لا هو برضك ماشي حلو الاجابة دي يا ست لاميس سبتيني حلو قوي لكن هو سؤالي احنا ليه بندور عليلة الادر ليه مشغولين بالللة الادر اسأل نفسك اقول لك عم الشيخ انا مشغول بالللة الادر علشان نفسي ربنا يرزقني بشقة فعايز ادعى ربنا بالشقة كويس وانتي تقول لك انا عايز ادعى ربنا ان يجاوز للبنات ماشي وانتي اه واحمد عبد الحميد عايز مرتبه يزيد يبقى بيني ماشي خلاص كده طيب لكن احنا بننسى ان الليلة الادر مش بتاع الدنيا ركزوا في الكلام ده كويس وان كان هيكون صادم لبعض الناس الدنيا ليها اسبابها والاخرة ليها اسبابها ليلة الادر دي جايزة انت بتغتنمها علشان تنال بها الاعتق من النيران علشان تنال بها نظرة من الرحمن علشان تنال منها اصطفاء واشتباء بان تكون من اهل الجنة اكس في الكلام ده اوي احنا جدنا الكلام ده منين؟ من القرآن ربنا يقول كده اسمع من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما لو في الاخرة من نصيب اللي عايز الدنيا فيه اسبابها واللي عايز الاخرة فيه اسبابها ولذلك لو ترجع معايا شوية قبل رمضان كنت قلتلك في ليلة النصف من شعبان تلك هي الليلة التي يفرق فيها كل امر حكيم تتغير فيها المقادير اللي عايز دنيا عنده ليلة النصف من شعبان يدعي ربنا بالدنيا طب اللي عايز الاخرة اه عنده ليلة القدر يدعي ربنا ان يكون من السعداء يدعي ربنا ان يكون من صحبة النبي العدنان يدعي ربنا ان ربنا يعطيكم من النيران ان ربنا يحرمه على النيران إن ربنا يكتبه في إعداد المقبولين المعتقين علشان كده مهم إحنا عندنا مشكلة لما بنجي حتى ندعي ربنا سبحانه وتعالى ما إحناش عارفين ندعي ربنا بالدنيا إمتى وندعي ربنا بالآخرة إمتى ما إحناش عارفين ندعي ربنا إزاي أي والله ما هو الناس بتزعل لما قولك ما تشتريتش على ربنا في الدعاء يقولك يا عم الشيخ أنت مش بتقول ندعي أي ودعي ولكن في جزء أنت مش عارفه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم